عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على مواطنين روسيين وشركة روسية وأخرى سلوفاكية على خلفية كشف شركة مايكروسوفت عن محاولة روسية لاختراق حسابات أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مايكروسوفت كشفت عن محاولة روسيا إنشاء مواقع إلكترونية تهدف لسرقة كلمات سر حسابات البريد الألكتروني لأعضاء في مجلس الشيوخ ومعهد دراسات يدعم تجديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا وهو ما نفته موسكو كل ما يحتاج القرصان الإلكتروني للقيام به خصوصا المدعوم من دول مثل روسيا هو خلق حالة من الشك في نزاهة الانتخابات ولو بنسبة 1% هذا سيجعلنا نشكك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها ويلقي بظلاله على الديمقراطية هذا أمر جدي للغاية وزارة الخزانة الأمريكية أكدت على لسان نائب وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب والجرائم المالية سيجعل ماندل كير أن العقوبات المفروضة على موسكو أدت إلى خسارتها الكثير وأنها لن تتوانى عن فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا ما لم تغير سلوكها لا شك لدينا أن العقوبات كلفت روسيا الكثير ولكن لا يجب قياس ذلك الآن بل يجب أن نأخذ في الحسبان تأثير العقوبات على المدى الطويل رغم استمرار روسيا في أنشطتها الخبيثة إلا أن موسكو بدأت تأخذ في الحسبان قدرة على أذيتها اقتصاديا ولن نتردد في القيام بذلك إذا لم يتغير سلوكها بشكل واضح الصراع الإلكتروني بين روسيا والولايات المتحدة لا يمثل إلا ساحة من ساحات عدة يقف فيها البلدان على طرفين نقيم منها اتهم موسكو بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتدخلاتها العسكرية في أوكرانيا وسوريا وسط دعوات أوروبية إلى تجديد العقوبات ضد روسيا وتصريحات بريطانية بأن بوتين يختبر القوى الغربية بتماديه في أفعاله هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للعمل مع روسيا وتحسين العلاقة بين البلدين في حال قيام روسيا بعمل تعتبره الولايات المتحدة إيجابيا في سوريا وأوكرانيا